السلام عليكم مرحبا بكم معي الفيديو جديد كديري دابس عليكم مرحبا بمشاركين جديدين شكرا لكم جدا على التعليق الزوينة رائعة مرحبا بكم معي اليوم فيديو وعن كيف مكتلكم فيديوات اللي جيين ان شاء الله كلهم بإذن الله يعني رمحت لكم شئ حاجة اللي ستبدو منها شئ حاجة اللي تكون ان شاء الله كيف نتنقول لكم رحم الله عبدان عمل عملا في أحسنهم وأتقادهم يعني أي حاجة قد يرخصنا يعني ولا بتمحرسوا على الإتقان ولا الإحسان فيها واش الله سبحانه وتعالى كيف يمكننا سوى يوتيوب سوى مشروع سوى أي حاجة إن شاء الله بزدق وأمانة اليوم إن شاء الله في الفيديو هذا كان اعتذر على الصباح الجيال حتى لا تصيبوشي حاجة مو اليوم في الفيديو هذا إن شاء الله قد يشوفو معي مشروع مور رضوح جدا إن شاء الله منطر سوى أبو تسخد من الطلبية داكو يعني منطر ذيانك سوى أبو تدفئي بأحركة مخبازات أو المحلابات سوى أن أبو هاتي عندك بشروع تتخدمي يعني طريقة تحذير الكيك ديان المحلات إن شاء الله طريقة اقتصادية وطريقة حسنا وطريقة حسنا في يوقع مشاكل إن شاء الله داكو نتقل معكم اليوم فيها مرحبا بكم في نهاية ونبدأ ودباب المقادير ولكن قبل ما نبدأ ولي ما ندرش لي اللايك يدير لي يداب اللايك الله يجازيكم بخير ما تنسونيش المهم هنا كيفما كتشوفوا معايا عندي تماما تمنية ديال البيضات من حجم متوسط عندي تماما القشور ديال الليمون سوف نقول لكم هاتي طريقة كتبقى إلي كنتم ما بغيتو يعني تكونوا سبيسيال وتجيبوا عندكم الكليان وذلك الشيء فهم طبيعة الحال ما يمكنش غادي انتم في الخدمة ستشريوا الليمون وتبقى وتحكوه يعني غادي تضيعوا فيه فهمنيك تكونوا هكا في الدار يعني دابرة جيته وقت الليمون الليمون نكتعصروه ولا تاكلوا ولا شي حاجه حكوا القشرة ديالو ديروه في مجميد وجيبوها معاكم الخدمة تخدمو بيها هنا غادي نتكلم لكم على هاد لي الزاغوم هادو او هاد نكهات هاد غا نستعمل ضروري انك هاد الحامض شوفوا الفرق ما بين هادك ميقاروم هي اللي مليهي والاخره معارفش معارفش اسميه ديالها دائما نخدو ميقاروم من تمشي وتاخدو روما بحال بحال فتعمل ولكن نخدو ميقاروم لانه ميقاروم كتكون مجهده وكتعطينا المضاق ديال الحامض او لديل اي حاجه خمسات الخمارات وضبط الساة الكوس ديال دقيق الابيض مع شوية ديال الملحة وعندي بالنسبة للسكر ساندة ديال الكيسن ديال السكر ديال ساندة ودرت الماء الفانيلا درت معلقة صغيرة اونص او لرج معلقة صغيرة ديال سكر فانيلا اول حاجه نبدو بها ضروري ان نخصنا نهوي وهذا الخليط هذا ولا بده باش يجينا داك الكيك ديالنا خفيف في انا غادي نستمر في التراب حتي ولي عندي الخليط ابيض ها انتو ما كتشوفو ضروري خاصنا من هاد العملية هادي هنا غادي ندوزوا باش نضيفوا تقريبا نصف ملعقة صغيرة ديال النكهة ديال الحامض او اللي ديال الليمون اللي بغيتو كجي سراحة نروع بزفزف وغادي نستعملوا هنا يا جوش كؤوس ديال الزيت فهذا مقدر هادا اللي اعطيتكم بالنسبة لكيسان ديال الزيت هنا غادي نقبو بحلقة بشوية 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 وحنا كنطربو باش نحافظو على القوام ديال الخليط ديالنا ويجينا الكيك خفيف ام هوي بغيتو انتم اللي بغيتو انتو ملي بغيتو كيكة واحدة يشد هاد الخليط هذا ويقسمو على جوج ويدير كيكة واحدة هنا غادي نزيد واحد للكأس اخر ديال الزيت صافي وغادي نستمر في التراب مزيان نمج الطريقة الي انا اضيفت كأس لال يعني الكأس الثاني polynyx الثاني فنطرى مزيان زيان ونجمل الخليط ما ما اتكلمت عنه الي هاد انا غادي نجيب واحد جوش كسان ديال المى ديال العنباء سوف نضيف خمسة الخمارات من أهم عوام نجح الكيك الخميرة تكون جديدة نضيف خميره في الكيك اعطيكم النصائح من خلال تجارب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان بقناة نعمق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شعر أول مباشرة يتم تعريبون القبسة الملحة لان تعطينا التوازن نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين سوف نطرب الخليط كامل سوف تشاهدون قدام عينيكم و بالنسبة للعبار بالقرام لا نكتب عليكم لان في الخدمة تكون كبيرة لا تبقى كل ساعة تعبري في الميزان تعبري 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 ثم تشاهدون الخليط كيف يكون سوف نطرب الخليط جيد سوف نحصل على الخليط و لا يجب أن يكون لديك الخليط عندما يكون لديك الخليط فقط تعرفوا ان الخليط لا يجب هنا جبت لكم المهرجان المولات 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 سوف نطرب في الجطة في الكارتون او لا سوف تعملوا بشكل واعري يتبعوا بالجملة بطبيعة الحال تشاريون منهم كونتتة كبيرة و كينين هادو الاحديد يبقوا عندكم دائما تستعملوهم و تستعملوهم و بالنسبة لك الكارتون تدهمون الكليان هادوكرا هما جطابل سوف تدهنوا المولات ضروري الاخرين والكارتون ندهن نهائيا ندهن هنا لنفرق الخليط لنفرق الخليط لنفرق المول حتى الفوق ونقرب ثلاثين المول لنفرق كيف يخرج كيف يخرج واحد الحاجة التي لا تكلمت لكم استعملها المخبازات تسمى تخيمولين هذه المادة تستعمل لتبقى محافظة على الرطوبة لنستعمل لمحسين جنواز لمحسين الكيك لمحسين الخبز لانه يستعمل لا يسهل ولكن لا يستعمل لنستعمل 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 هذه المادة تحافظ على الرطوبة لنستعمل 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 مرح لنستعمل لدينا لوازم الحلويات هنا لحوال فران قادمة يفضل يمتح ثم كانت نبقى فران تحتانية على درجة الحرارة ١٠٠ درجة دائما نطيب الكيك على ٢٠ درجة الحرارة لاني عندي الفرن شوية كبير واللي عنده الفرن شي شوية صغير يطيبها على ١٨٠ درجة واللي عنده فرن ديال الغاز يشعله على نار متوسطة ويدخل الكيك دياله يطيب على رحتو ما تحلوش دائما الكيكة باش نجح لعاكم ما تحلوش عفران حتى تدوز ٢٠ دقيقة حتى تعرفوا كيف تحلوه سوف تحلوه حتى تسكي الوسط الى خرجت لكم من الشفاف وعرفوا ذات الكيكة انتوما كتشوفوا الكيكة كيف يجي واعر بزاف وكيكة طبقة ذهبية وكيكة خفيف اعطيتكم كيف مقادر مطبوطة بالضبط كمنين كنخرجوا من الفرن يجي رائع بزاف وكيجي زوين وكيجي كله طيب يعني خفيف وانا ان شاء الله باني لم تأكده ستجربوا ان شاء الله وغادي اينا الاعجاب بالنسبة للتمن او البوطة الكارتون هذا يتباع 18 درهم لانه يكون البوطة تزايدين في الثامن ويكون شوية من 17 حتى 18 درهم ان شاء الله بإذن الله نتلقى في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة